هو كنت اتفرج في احد الكافيات في مدينة ناصر. اه. وكان الكافيات بيشيل عدد كبير جدا. اه. انا اتفاجئت. انا روحت مسلا ابن المطش بنص ساعة. اه. لقيت عدد ضخم جدا. اه. اه. طبعا استقبال التاريخ او ما دخلت بقى الحاجات دي. انا واحد زميلي قال لي الجملة دي. اه. قال لي انت يعني خصوصا ما الانادي الاهلي كسب. اه. اه. كان فيه في الناس بتبقى شمال حاجة من ريح. اه. انا حقولك. اه. اه. كان فيه زمي الكوية قاعدين. اه. والروح حلوة جدا يعني. اه. 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 الحاجة اللي صاحب مكاني يبقى مسيطر على الموضوع. فلما جاء هدفش كبالة اهتف وهتاف غريب شوية. اه. فانا ويبصولي انا طبعا. فانا طبعا ايه. طب متداق من جواي. بس اوما ان دي الاهلي جابي الهدف. اه. انا معرفش اللي جاري كده واللي جاري. كل الهلوية اللي في المكان كله حنبقاش في مكانه. اه. واه. 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 واهتفات بقى بجنون كأن انا في الليستان. وانت عملت ايه. بصراحة عبت غني. عبت غني. اه. والله. غنيت قلت ايه. قلت اه. اه. عمري ما حب غير الاهلي. انا عايز اعرف غنيت ازاي. انا عمري ما حب غير الاهلي. اه. ولا في غيره يفرحني. ديما معاول اخر عمري عشان الاهلي هو 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 جمهوره دا حما هو 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 عالحلوة والمرة معاه خلي بالك انا ابن المدرج انت مخدتش معي وقت في الشغل ادي خالص لا بص يعني غني على طول